موسيقى نفت وزارة الصحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف المراكز الصحية عن استخدام بلازم الدم في علاج المصابين بباروس كورونا وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن العمل بالتجربة العلاجية بلازم النقاها مستمر في مصرف الدم الوطني والمصارف الفرعية في المحافظات مشيرا لأنها تجربة علاجية وليست علاجا معتمدا لا بالعراق ولا في كل دول العالم وأوضح أن أخذ بلازمة من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا ثم تمثلوا للشفاء التام تجربة أثبتت نجاحها على العديد من الحالات وجود العوامل المناعية التي تستخدم للأشخاص المصابين